البطالة في العراق إحدى الآفات التي تنخر في جسد المجتمع عموما وبفئة الشباب خصوصا وتساهم في توجيه طاقتهم إلى ما يضرهم وفي محافظة الأنبار المحررة يشكو الشباب من ارتفاع متواصل بعدد العاطلين عن العمل وسط إهمال حكومي ومخاوف من خسارتهم خريجوا الجامعات في المحافظة طالبوا الحكومة الاتحادية والمحلية بضرورة توفير فرص عمل لهم لخدمة وطنهم نتمنى من الحكومة ومن الأخوان المسؤولين أن ينظرون إلينا بعين الأبوة أو الأخوة أن يوظفون على القطاع العام نريد أن نخدم نحن كشباب عندنا طاقة نريد أن نخدم المجتمع نريد أن نخدم الناس نريد أن نبني الدولة لأنه السدولة لا تنبني إلا بسواعد الشباب فإحنا ياريت من عندهم أن يوفروننا تاحد فرصة نحن طالب من الحكومة المركزية بتوفير فرص العمل لجميع الطلاب ليس مثل السابق السابق يعني تعرف أنت أغلب الخريجين هل يشتغلون اللي يفاتح لبسطة واللي يفاتح لمحال واللي يسترزق من عنده واللي يشتغل تاكسي فهذا ظلم بحق الطالب خريجون صلطوا الضوء على أزمة البطالة المتفاقمة وانعدام فرص العمل في المحافظة والتي أثرت على الشباب بصورة عامة وعلى خريجي الجامعات خصوصا الدورة جاء على الحكومة لكي توفر عملاً لهؤلاء الخريجين كل حسب اغتصاصه وعمله لكي لا يضيع تعب السنين هباء منثورة نأمل من الحكومة أن تكون لها جهوداً جبارة وأن يثبتوا ذاتهم خصوصاً في هذه الفترة ومع تزايد عدد الخريجين وتزايد نسبة البطالة الآن الدولة أمام مفترق طرق يجب أن تثبت ذاتها وأن تكون لها الكلمة في تغليص نسبة البطالة ونسبة العاطلين عن العمل وفي ظل الإهمال الحكومي الذي يعاني منه الشباب انجرف بعضهم للعمل في الأعمال المحرمة كتجارة المشروبات الكحولية أو حتى للسرقة وتجارة المخدرات وتعاطيها بحسب تربويين كما وتشهد المحافظة المحررة ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة السرقة والجرائم الأخرى التي من أهم أسبابها البطالة وانعدام فرص العمل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر